عقد رئيس مجلس الوزراء مصفى مدبولي اجتماعا بشأن بحث وضع آليات تحفيز المشروعات الصناعية المحددة وأكد مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى وضع آليات لتحفيز المشروعات الصناعية التي تستهدفها مصر في صناعات وأنشطة اقتصادية محددة لتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة فيها وضف أنه في ظل أزمة الطاقة العالمية حاليا يجب أن تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الاستثمار لجذب صناعات المستهدفة لتوطينها بمصر وزيادة الاستثمارات الأجنبية مشددا على ضرورة سأل تركيز على صناعات مطلوبة لدينا والتي نضطر لاستيرادها